حملة أمنية واسعة لإزالة العشوائيات وأعمال البسط المسلح على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإعادة الاعتبار لمدينة عدن التي عانت من الفوضى والعنف طيلة السنوات الثلاث الماضية أيام مضت على انطلاق هذه الحملة المسنودة بقوة مشتركة من قوات الأمن الخاصة وأمن عدن حققت خلالها نجاحا كبيرا فيما شهدت في بعض محطاتها مواجهات مع بعض المتنفذين أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين الحملة قوبلت بالترحيب الواسع من أهالي المدينة على أمل أن تدشن عهدا جديدا من تاريخ مدينتهم التي أثقلتها الحرب والانفلات والفوضى وآن لها أن تستريه وزير الداخلية أحمد الميسري شدد على ضرورة وضع حد للعبث الكبير الذي طال الكثير من الأراضي والعقارات والممتلكات الخاصة والعامة بالعاصمة المؤقتة عدن وإنهاء عمليات التعدي والبسط التي تمارسها جهات بقوة السلاح للاستيلاء على ممتلكات الغير هي إذن دعم وتعزيز لدور الحكومة الشرعية وتفعيل لدور الدولة ومؤسساتها والأجهزة الأمنية التابعة لها واستعادة لهيبة النظام وسيادة القانون ومواصلة تطبيع الحياة في المدينة ويبقى الأمل في أن تتحول هذه الحملة إلى ممارسة يومية من جانب الأجهزة المعنية بما يكفل استقرارا مستداما لمدينة عدن أكبر مدن الموانئ في البلاد وعاصمتها الاقتصادية السياسية المؤقتة